المساعد الأول السابق ثلاثة أيام تقريبا من أداء القسم الرئاسي وتولي عبد المجيد تبون السلطة بصفة رسمية هذا المساعد الذي بمجرد ما رحل القيد صالح تم تفكيك هيئة أركان القيد صالح من ضباط كبار جنرالات سكريتاريا حيث ماذا شهدنا جنرالات توفوا جنرالات سجنوا جنرالات فروا جنرالات أحيلوا على التقاعد وبينهم من لا يزال يوقع لدى أقرب مركز للدرك الوطني أو الشرط هذا الذي يحدث وهناك من سجن أيضا حتى بن سلامة وهو رتبة رائد كان دائما مرافق بروتوكول تعال قيد صالح وظهر يظهر معه كثير سجن وبعد ذلك أفرج عنه وأحيل على التقاعد وبين سلامة هو نجل عقيد سابق كان في قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ووصل إلى أن أصبح قائد المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم برغاية المهم في ظل هذه الموجة ظهر قرميت بن ويرا حيث سجن أبو عز وسيني الذي كان مدير الأمن الداخلي وكان يصول ويجول في الجزائر أنذاك وكان صاحب القبضة الحديدية وكان هو الذي وقف وراء سجن توفيق وطرطاق وغيرهم ممن زج بهم القايد صالح في السجون سواء من العسكريين أو المدنيين جرميت بن ويرا هرب إلى تركيا والكل يعرف قصته وهناك تواصل مع أحد الأشخاص الذين يعيشون في الخارج بعد ذلك تم القبض عليه من طرف الأتراك وتم تسليمه باتصال شخصي من عبد المجيد تبون مع الرئيس التركي أردوغان في الآونة الأخيرة حدث التسريبات وهناك تسريبات أثارت الكثير من الجدل وفجأة ظهرت تسريبات صوتية ظهر فيديو لجرميت بن ويرا لأول مرة ينشر ظهرت أيضا كتابات وتم الترويج لها حكم على جرميت بن ويرا بالإعدام وكان عشية الإعدام هو نفس اليوم تقريبا الذي تم فيه ذلك التسريب الصوتي المرافق لفيديو وقد أكدنا بكل الأدلة والتحليل المنطقي والعقلي أن الفيديو لم يصور لحظة التسريب مصادرنا قالت لنا أن التسجيل الصوتي هو تسجيل جرميت بن ويرا والصورة صورة جرميت بن ويرا السلطات الأمنية تعتقل الآن شقيق جرميت بن ويرا وزجت به في السجل معناها العائلة تدمرت جرميت بن ويرا عنده استلامه تعرض إلى تعذيب وبعد هذه التسريبات تعرض إلى ما لا يمكن وصفه ترجمة نانسي قنقر